البداية كانت بدايات صعبة شوية أنت كنت قريبين من أكتر من المباراة بس البداية مش هي البداية اللي أكيد أنت كان نفسك فيها يعني أول حاجة مستوى نتائج تحديدا يعني آه يعني خلينا أقول أن أول حاجة بالنسبة لي أنا كمدرب الانطباع اللي صدريته فرقة حرص الحدود في أول ثلاث مباراة في الدوري كلام كل النقاد وكلام الناس وأن الفرقة لأ فرقة كويسة فرقة منظمة فرقة يعني ما عندهاش حظ حظينا الوحش أن يمكن إحنا في البداية اللعبنا فرقة برضو تقيلة عندها خبرات وعندها لعبة كويسة زي فيوتشر وفاركو واسموحة يمكن إحنا في الثلاث مباراة إيكوال وفي بعض المباراة يعني في المطشين يمكن أحسن والثلاث نقاط يعني نستهيلهم أنت في مباراة فاركو دي أكيد كيف يعني المفروض تستهيلها يعني مباراة فاركو دي تحديدا أنا يعني بعد المباراة حتى في المؤتمر ما بيسألوني قلت أنا النهاردة لو حتى لو كنت تعديلت كنت هطلع زعلان لأن أنا أنا كنت أدائي كويس راكب طول المباراة مضيع فرص استحواز أفضل فرص أكتر حتى قبل الهدف اللي دخل فيها في الوقت الضيع أنا مضيع انفراد فما كنتش هستحق بأي حال من الأحوال الهزيمة يمكن إحنا عندنا نقطة من ثلاث مباراة النقطة ما تعبرش أبدا عن عداء حرص الحدود في الثلاث مباراة خالص يعني فهو ده اللي يزعل في الموضوع ولكن على الجانب الآخر التنظيم جيد الفرقة عندنا ثقة في نفسها يمكن إحنا صدرنا مشهد كويس عن فرق حرص الحدود فرقة منظمة وبتلعب كورة وبتبدأ هاجمة وده اللي أنا اشتغلت عليه من بدل الفتر الإعداد أنا والجهاز علشان نولد ثقة عند اللعيبة يمكن إحنا عندنا مجموعة لعيبة الصغيرة تحت السن عندنا لعيبة لسه أول مرة تلعب دوري ممتاز عندنا لعيبة عندهم خبرات قليلين جدا في الملعب كان لازم التجنس ده التجنس ده عمره ما كان هيجي إلا عن طريق إنك إزاي تخلق ثقة عند اللعيب اللي أول مرة يلعب في دوري ممتاز في الأضواء دي الحمد لله اشتغلنا على الحاجات دي وقدمنا صورة كويسة الحمد لله خلال ثلاث مباريات يعني